أهلاً وسهلاً بحضراتكم من جديد كنا متابعة مع بعض هذا التقرير عن المسيرات اللي انطلقت من جامع الأزهر النهاردة ومن مناطق مختلفة وزي ما شفت حضرتك كان فيه مظاهرة بسيطة جداً أو مجموعة من عشرات بتحاول أن توقف تحرك المظاهرة المتوجهة للتحرير ولكن انتهى الأمر بدون أي اشتباكات أو أي حاجة في الدنيا أنا بس كل ما بشوف أنا معاكم طول النهار النهاردة وكان مع أنا زميلي مظهر شهين لكن المتابعة بتاعت النهاردة كلها بتخليني بسأل سؤال يعني وهقوله للسادة الضيوف هو الناس اللي في الشارع دي كلها والشيوخ والشباب والسيدات والأطفال والكلام ده أكيد الناس دول عندهم حاجة يعني تعباهم حاجات كتيرة تعباهم هو إحنا ليه في مصر ما نحاولش نريح الشعب اللي هو صاحب الدولة صاحب الأرض صاحب الصراوات صاحب التاريخ هو صاحب الحق الأصيل في كل حاجة وليه شعب المصري ما يستريحش شوية ليه ما يحلمش بمستقبل أفضل ليه الوجوه المتعبة دي والمرهقة والكادحة واللي مش لقيا قوت اليوم واللي مش لقيا فرص عمل واللي مش لقيا كرامة واللي مش لقيا حرية ومش لقيا عيش ولا عدار اجتماعية ليه ما نريحش إيه الصعوبة في ده دكتور هاني هقول لحضرتك احنا ممكن تديني ديئة بس قبلها احنا في رأيي احنا هكونا فين وإيه المفروض عشان نوصل لهذه المتعبة أنا بتكلم عن الناس بقى هوصل للناس دا لأنه هو دا الهدف الأساسي ما احنا في الآخر يا صاحب اشوف اللي ويشوش في الشارع يعني عايزة تستريح الصورة دي قامت ليه ما قامت ضد الزبون وعايزة اقول كمان معلش انها اطعك وكمل بقى عايزة اقول الشعب يعمل اكتر من كده ايه صح يعني طلع بقى لوسانة طلع في الشارع وقدم سهداء وقدم دم هو أنا مش منفعل بس ما مستغرب من يمكن مش واخدين غير كلام عايزين يقدموا ايه بقى يعني يعني يسيبوا البلد ويهجوا يعني يعملوا ايه ما مقدموا كل التضحية الاول كنا بنقول الشعب سلبي ما بيعملش حاجة سنة كاملة من الاثمان المتولية من دم شهداء وشباب زي الفل نرايحهم ازاي خلينا نقول هاخد عنوين تلغرافات جزء من المشكلة في رأيي كانت اللي فاتت من ساعة 11 فبراير اللي فات ان احنا تعاملنا مع الثورة وانا يمكن يعني ها حاول ابقى زي الدكتور عمار كده افتي في العلم الاجتماعي السياسي ان احنا تعاملنا احنا تعاملنا مع او ما حدث ان احنا تعاملنا مع الثورة نص ثورة ونص انقلاب حقيقي نص ثورة انه الثورة اعتبر انها انتهت او المجلس العسكري وده اعتقد الخطأ السياسي الرئيسي اللي حصل اعتبرناها انها انتهت ب11 فبراير وبسقوط رأس النظام اما انصام في حد ذاته تصور انه سياسيا ان المرحلة الانتقالية تقتضي زي ما بيقولوا ايه تعويم المسألة الى ان نصل الى سلطات لا اشكك في النواية الى ان نصل في سلطات منتخب ولا يمكن كان الشعب المظلوم والثورة تقبل بان يستمر هذا الوضع وان يكون لديه الصبر الكافي حتى يتم الانتخابات وتنتهي يعني ما فهمناش معلش يعني ما فهمناش انه الثورة دي كانت ضد حياة رغبة في تغيير الجزء ورغبة في تغيير الحياة كلها مش مسألة وجهة او شخص احنا مش مدقين من الشخص ده مثلا ومدقين من فساده فساده ومستوى الحياة اللي وصلنا بالضبط وبالتالي انا انا كل ده هجاوب على سؤال حالك وبالتالي هنا بدأ يحصل الانفصام لانه كان ربما النقاء في الثورة انه هذه المرحلة الانتقالية لأ نكمل السلطة العسكرية او المجلس الاعلى القوات المسلحة او الحكومة عليها ان تكمل مطالب الثورة حتى نصل الى المرحلة النهاية هنا بدأ يحصل اللخبطة السياسية اللي احنا شفناها مش هول اكتر من كده لكن المعنى واضح ان هناك الجزء المرحلة التانية اللي انا برضو بختلف فيها مع دكتور احمد ابو بركة والكلام اللي بنسمعه الفاتر الاخرانية انه بوجود مجلس الشعب هناك بعض التلميحات يمكن حالك ما قلتش هذا الكلام دكتور احمد لكن هناك بعض التلميحات ان في ذلك قدر خلاص سيبوا بقى ايه الشرعية البرلمانية الشرعية المنتخبة تشتغل ومحدش يتكلم تاني او ما فيش لا الشعب انت ما بتقولش هازم لشان كده انا اقول لكن هناك بعض الكلام تقال وبعض التلميحات يعني رواحه احنا هنتصرف احنا خلاص برلمان منتخب علينا ان نحترم هذا لا لانه هذا ده كلامك برضو ناس ما شافتش حاجة حصلت على ارض الواقع وبالتالي هذا اللي بنتكلم عليه اللي هو الصوت الشعبي الى جانب الصوت الانتخابي الصوت الاحتجاجي انا هفضل احتاج على وضعي المؤسف الركود اللي احنا فيه الظلمة اللي زي لم ينتهي ازمة البتجاز ازمة العيش حتى لو جي رئيس جديد ده مما لا شك يعني هو رئيس جديد احنا هنتصرف بتغيير صورة بحط صورة تانية الى ان يتم او يبتدي الشعب يشعر بان هناك تغير حقيقي ولذلك النغمة اللي هتقال انه لا لا انها دي وإلا هيمقى برضو بتعامل نص يعني رجل هنا ورجل هنا الحاجة التالتة اللي احنا اعتقد في مصر كلنا بنفتقدها ويمكن بنشوف التجارب اللي نجحت كلها في المراحل الانتقالية البرازيل وبعض الدول التي نجحت بعض دول الامريكا الانتقالية في المقابل هناك دول فشلت في المراحل الانتقالية واخدت وقت اللي هي فكرة التوافق بالمعنى الحقيقي التوافق ان انا ابتدي نعود على القضايا المشتركة هناك قضايا خلافية اللي يمكن هنصر فيها الى حال لما نعود مع انا كمصين احرار مع حزب النور او الحرية والعدالة وابدأ بمنطلق القضية الخاصة الدولة المدنية او المرجعية الدينية اكيد مشاكلنا هتبقى كثيرة جدا واكبر بكثير عمقنا عن ان انا اقعد مع الدكتور احمد وبركة ونتفق على الحلول الاقتصادية كيف سنعالج العجز المساحات الاستفاق كيف سنضح حد ادنى للدخل كيف سنعالج القوانين الخاصة بالحريات النقابية كيف سنتعامل مع قوانون محكفحة الفساد وتعارض المصالح المشاكل التي ادت الى ازمات كيف سنعالج قضية تفعيل المحاكمات العادلة بشكل قوي كيف سنعيد عملية الاصلاح المؤسسي اعتقد دي قضايا مشتركة لو بدأنا بيها هنصل الى حلول وهنا بوصل بقى لسؤال حددك البرلمان ممكن يبقى فاعل البرلمان هيبقى فاعل لو بدأنا نضع نوفق في هذه القضايا المشتركة الحرية والعدالة عليهم دور كبير جدا باعتباره حامل الاغلبية الاغلبية الاغبر وبالتالي اذا اللي احنا شفناه يعني الكام يوم ما بيدينيش امل اوي ولكن هناك من هم من اصحاب الحكمة كثر داخل هذا البرلمان نأمل وخارج البرلمان يجب ان يعملوا سويا انه يبتدي بقى ازاي ابص على مصر المصالح المشترك انا عندي كلنا متفق اي حد تقعد معي اولاك الامن تعالا بقى نتكلم ولما جبنا وتوفرت ارادة سياسية ووزير الداخلية الجديد له خبرات في الامن العام بدأنا نشوف شفنا ارادة سياسية لما ارادنا ننجح الانتخابات نجحت الانتخابات لانها توفقت ايضا مع الارادة الشعبية لما نيجي نتكلم على وزي هنعيد الهيكل بقى منظومة الداخلية بشكل اعتقد دي قضيات كله منتفق عليها لما ديجي نتكلم على بقى ان الاقتصاد وان مصر فعلا عندها مشكلة اقتصادية حقيقية بلا شك وشفت نحن عمال يعني تقييمنا من حيث المخاطر عمال يتراجع مما لا شك فيه ان الاولويات عشان ارجع الاستقرار هناك ودكتور رحمة وبركة قانوني زي حالاتي يعلم انه في قضايا لاستثمار وتسويتها لابد انها وحادة هتبان على الارض دي لابد دي لابد انها هتبقى اولويات لو هبتدي بقى نرجع تاني مزايدات ومين هيطلع في التلفزيون ومين هيتكلم اكتر من التاني ومين القضايا هيقعد بقى يتكلم على الكل يلبس يلبس وشاحنة ويلبس وشاحنة ونطلع في التلفزيون مش هنخلص لكن لو بدأنا نتكلم لو احنا فعلا مخلصين وبدأنا هناك قضايا مشتركة ممكن تعبر بمصر خلال لما بنيجي نتكلم حتى في القضايا السياسية اللي النهاردة حدا تكلمت فيها زي اللي عندنا خلاف تسليم السلطة الى سلطة مدني الجميع متفق الجميع متفق الاولويات شكلها وممكن يبقى عندي خلاف سياسي انا اسمي اتكلم بنيابة عنك لكن ممكن قد اكون انا مخدر وارد جدا ان انا لو انا نظام لو انا زي في في مقعد الاخوان المسلمين والحرية العدالة قد يكون النظام البرلماني من وجهة نظري سياسيا افضل بعتبارنا عندي فاستطيع ان اشكل حكوم ليس هذا بالضرورة موقفك ممكن جدا انا اكون شايف من وجهة نظر اخرى سياسية لقى النظام الرئاسي افضل لانه يحافظ على مسألة التوازن الى المرحلة الانتقالية القادمة كلها قضايا مشروعة لو ببص عليها في اطار المصلحة العامة وبجد توازن يعني عاوز ااكد تاني قضية التواصل والتوافق على القضايا المشتركة وتحديد اولويات وطنية مسألة في غاية الاهمية وبتجارب الشعوب التي نجحت في العبور بشكل سريع في المراحل الانتقالية وانتقلت الى الديمقراطية والبناء الحقيق هي اللي عملت ده لو ما عملناش ده احنا جزء بقى من المشكلة دادي ان كله بيزعق وكله بيتكلم على الاختلافات وكله شايف مواطن الاختلاف وإلى هذا وبالتالي عماشيين في حلقة مفرغة وقد نقعد سنة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة والجميع سيخسر ولا اعتقد ان الشعب هيتحمد لا مش هيتحمد انت كلنا بنشوف حالات في الشوارع وبنتعامل مع ناس تعبت بقالها ست سبع تشهر احنا بلد كمان خارجين من مرحلة تلاتين او اربعين سنة ما عندناش مناعة قوية ضد الازمات تخريب ده احنا مخربين اساسا بلد تخربت وتنهبت ده احنا كل مشكلة تتحول الى ازمة فما بالك بقى لما بقى عندنا ازمة ازمة طويلة منعتنا قد طيب انا قبل ما روح لستياتة اللواء احمد البحليم وانا اسف هنروح بس لمرسلنا في التحرير عماد اسماعيل فين من امام مسبيره عماد مساء الخير عماد ايه الاخبار عندك في مسبيره مساء الخير يا اساس ماجدي اه يا اساس ماجدي مساء الخير انا معكم فعلا من مسبيره من امام مبنى التليفزيون ومع الساعات الاخيرة لجمعة الغضب وحتى الان الاعداد لازلت تتوافد هنا في مسبيره وبعض المسيرات كنا في الصباح تكلمنا معكم وعلى مدار اليوم وفي منتصف اليوم عن بعض المسيرات التي احتشدت هنا وجاءت من اماكن مختلفة اخر مسيرة جاءت هنا الى مسبيره كانت من حوالي نصف ساعة وكانت هذه المسيرة تتحرك من ميدان التحرير كانت مسيرة حاشدة تحركت من ميدان التحرير لتؤازر هنا بعض المسيرات الاخرى لجاءت ايضا للمطالبة بتطهير الاعلام المطلب الاساسي كما كانت هناك ايضا كما تحدثنا وقلنا ان هناك حركة اعلاميون مستقلون داخل مبنى التليفزيون لازلت ايضا موجودة حتى الان واعدادها تتزايد ايضا من العاملين بالتليفزيون ولكن اللافت النظر هي المسيرات التي تأتي حتى الان من اماكن مختلفة وبالاخص من ميدان التحرير الى هنا ومعي الان احد المتظاهرين الذي لا ينتمي لأية انتماءات واي احزاب سياسية او لايس له اية انتماءات وهو متظاهر عادي هو المهندس كريم صلاح براحة بيك وشهر كريم قولي انت المسيرة اخر مسيرة جات من ميدان التحرير الى هنا كان شكل المسيرة ايه و ايه الهدف ان انتو تيجوا من ميدان التحرير بعد تواجدكم هناك عشان تيجوا هنا مسفيروا لان كانت مسيرة كبيرة شوية بس خلينا نبدأ الاول احنا جينا من مصطفى محمود جينا من مصطفى محمود بالالاف يعني مشينا على كزاحتها بعد كده جينا على ميدان التحرير جينا المسيرة من ميدان التحرير وصلنا وقفنا شوية بعد كده انا يلا نتجي على مسفيروا علشان نبدأ نقف لان اهوداتي هدفنا ان مسفيروا ان يا جماعة يبدأ نطهر شوية لان خلاص كفاية كدب بقى لازم نوصل صوتنا ان احنا مسفيروا احنا وقفين معاكم الشباب اللي هناك طب هل انت بنسبالك انت هل في اي ناية في الاعتصام تظاهرين اللي موجودين هنا او مع اصدقائك ان في اي ناية الاعتصام هنا النهاردة سواء سمعت هنا في مسفيروا او في التحرير شايف الموضوع ازاي بص احنا بقى انا من يوم الاربع في ناية الناس تعتصم بس لما بالعدد دي اللي الناس بتمشي بس مهما حصل حالة النهاردة كبير شوية مهما حصل حتى لو انا لو انا حروح او مش موافق مثلا على الناس تعتصم وكل نازم من حقاها تعتصم يا جماعة الناس مش معناها اللي انا مش موافق او الناس مش موافق لا الناس تعتصم اللي هو شايفه عايز يعمله لانه خلاص دلوقتي حقهم لازم الناس تاخدوا يا جماعة احنا لنا مطالب لسه مع الحقيقتش يعني المطالب كلها بنكتبها وطلبانها وحانتش بسمعها يعني كان اهم مطلب اللي احنا عايزينه النهاردة وكلنا حاطينه عايزين رئيس يا جماعة عايزين رئيس اول حاجة تاني حاجة عايزين نظهر الاعلام كفاية بقى كتب الاعلام بقى زي ما حصل يوم خمسة قبل خمسة وعشرين قبل خمسة وعشرين كانوا بيقعدوا يقولوننا يا جماعة خلي بالكو يوم خمسة وعشرين البلد هتتقلب البلد هتتحارق خلي بالكو من الدنيا يا جماعة فين ما حصلش حاجة الحمد لله فين لغا احنا بقى انه النهاردة من الاربع تا خميس جمعة لغا دلوقتي الحمد لله البلد مستخرة بالدنيا تفرج عليها في كل حتة الناس ماشية مع اطفالها الشباب في كل حتة يا جماعة طفين بقى اللي انتم تقولوا المفروض بقى ان ده يتحاكم مش اللي يطلع اشعة او يطلع الكلام ده المفروض يتحاكم اشمعنا احنا بس اللي بنتحاكم شكرا جدا كليلا عفوا الله استاذ ماجدي هنفضل معاك وهنا في مسبيرو وسنقص عليكم ونخبركم باية مسيرات اخرى ستأتي هنا الى مسبيرو استاذ عماد اسماعيل من امام مسبيرو اشكرك جدا مرسلنا من امام مسبير اشكرك جدا وهنرجع لسيات اللواء احمد عبد الحليم انا اتكلمنا في نقاط كثيرة مثلا فيه تلات نقاط اساسية يعني اكيد احنا محتاجين نجواب على الاسئلة ديت عشان نعرف احنا رايحين فين رقم واحد لماذا كما يقول الدكتور هاني سري الدين لماذا لا نبحث عن نقاط التوافق ولماذا لا تجلس القوى السياسية المختلفة مع بعضها بما فيها السلطة والمجلس العسكري ليه ما نعوش مع بعض واحد اتنين السباب اللي في التحرير دول واللي طلوا على مدى سنة كاملة في ثورة مستمرة حتى الان لماذا لا يحدث توافق معهم او حوار معهم حول قضايا محددة بما فيها ان احنا نتفاوض ليه لممثلين لهم ما عودوش يتفاوضوا مع حتى مجلس العسكري البرلمان دلوقت اللي موجود نشوف طلباتهم ايه واكيد في التفاوض في مساحة مساحة مستركة يوصلوا ليها الطرفين الحاجة التالتة ودي المهمة جدا كيف تتعامل القوات المسلحة او المجلس العسكري ورؤيتها دايما في عقدتها للشارع اولا عايزة اقول ان انا استمتعت بالنقاش اللي حصل ده وباعتبر ان هو نموذج لما يجب ان تكون عليه الحوارات ذات العقل والرزانة طبعا فيه اختلافات في الاطياف السياسية اللي حتى الاربعة اللي عندنا هنا على الطاولة بما فيهم حضرتك ومع ذلك ومع ذلك بنت وجهتك احيانا شوية كده شوية التغيرات التي تمت وحجم المطالب الكثيرة الموجودة في الشارع لا يقابلها مؤسسات تستطيع ان تقوم بحل هذه عملية لسه ما زالت المؤسسات غير ناضجة ولم يتم استكمالها بشكل او باخر وحينما اتحدث عن المؤسسات اتحدث على المؤسسات في كل الاطياف ايضا تنفيذية وتشريعية وقضائية وكل هذه الامور ان تكون مطالب كثيرة جدا وليس هناك المؤسسات اللازمة لتقوم بهذا الحل من ضمن الحاجات اللازم انبه ليها هو وظيفة الاعلام هنا لطالما انه ليس هناك هذه المؤسسات التي تقوم باستكشاف مطالب الناس دي والتعامل معاها على الاعلام ان يستمر في رصد هذه العبلية والرصد يكون رصد علمي ما هواش رصد مجرد اقول ان في ناس موجودة وفي كذا وفي كذا وفي كذا ولكن اقول والله هناك مجموعات في الشارع في البدان التحرير النهاردة حصلت اتمنى احسن دعوه عندكم هنا في السي بي سي ما حضرتك ان في مجموعات كانت بتطالب بالشاء الفلاني وان كانت اقتراحتها للحل كذا وكذا وكذا وان يكون هناك مجموعة اخرى بالشكل دهوت ووائل اخره فيبقى في نوع من التصديف لمطالب المجتمع حجم التغير الكبير دوت لا يسمح بالاستجابة لكل اللي احنا عايزينه في اللحظة دي وبالتالي من ضمن الحاجات الرئيسية التي يجب ان اتعامل معها هو كيف يمكن لنا ان نرتب اولويات القضايا فيما يتعلق بيئة الشارع اه المصري بشكل عام لان ما اقدرش احل كل هذه القضايا مرة واحدة في اطار هذا الانهيار لحاجات كتيرة موجودة في المجتمع لا ده انا بعمل اولويات وببتدي اتعامل طبقا للموارد اللي عندي طبقا للمؤسسات اللي عندي في اتعامل مع بعض هذه القضايا واقوم بحلها والحل بقية القضايا حياتي في اه الفترة القادمة من ضمن الحاجات اللي انا عايز اعلق عليها برضو لا استطيع ان احكم معلمات الشعب النهاردة ده مجد ده جلسة ولا جلستين اللي تمت ونلاحس حاجة فعليا جلسة واحدة جلسة واحدة ونلاحس حاجة في هذه الجلسة يعني من ضمن الحاجات العظيمة في هذه الجلسة ان كان زمان انتخاب رئيس المجلس والوكيلين بيتم في خمفة دقيقتين يطرح الاسماء اه ايه رأيكم ايه موفقة ايه الاخره ما تم في هذه الجلسة نموذج صحيح هناك بعض الخصور في بعض الاماكن ان ما زالت الخبرة بتاعة ادارة الجلسات والخبرة بتاعة الناس الموجودة والاخره لسه ما نضجتش بالشكل الذي يسمح بان يكون برنامانا مثاليا لكن عايز اقول ايه البداية بداية مشجعة يعني انا استمتعت استمتاع كثير جدا في هذه العملية نيجي للحط الناس بتتكلم عليها وهو تشكيل اللي جان تشكيل اللي جان يا جماعة اه برضو من ناحية طب دم نتكلم على الديمقراطية فالديمقراطية هي اغلبية تمام اذا كان هناك نوع من التعارض في ما يتعلق برؤساء اللي جان وانسحاب بعض الطيارات السياسية والاخره انا راحست ان حصل استجابة لها بدليل ان الكلام ده تأجل للتلات اللي جاي معنى كده ان اللي التلات الجاي معناها ان هناك استعداد من الاغلبية الموجودة داخل المجلس في التفاهم مع باقي الطيارات والاطياف السياسية الاخرى عشان يصلوا الى حل يرضي جميع الاطراف لكن لو جيت من ناحية الديمقراطية البحثة طالما ان انا هعين هرشح واحد وعندي عدد اغلبية رشحه ما حدش اريلهم حد اه بس هم انحزوا للمواقمة هم شفت ازاي بقى اه ده كويس ما انا قلت ايه بقول ان انحياز للمواقمة احد العناصر اعناصر الاجابية في هذا المجلس طيب هذا المجلس بهذا الشكل والله اذا استطاع ان هو يخدم الدولة ويخدم البلد ويؤدي ويعيد صياغة التشريعات ووالى اخره ويجيب للبلد طبعا اضافة لبقية الوحدات التنفيذية والقضائية والى اخره اذا استطاع ان هو يجيب الكلام ده حينتخب مرة تانية اذا ما استطاعش هيكون الاحزاب رسخت وحيكون هناك انتخابات جديدة ويكون هناك اغلبية اخرى كثيرة موجودة فكل هذه العملية لازم اضحها في اه الاعتبار حاجة تانية من الحاجات التي قيلت من ضمن الحاجات اللي من وظيفة للبرلمانية جديدة يعملها ايه هي هو اعادة التشريعات او اصدار تشريعات جديدة من بينها امر هام ذكر هنا بسرعة انا احب اركز عليه لانه هو مهم جدا انا بقول ان من اوائل القوانين التي يجب ان تسن في المجلس الجديد هو قانون الادارة المحلية الادارة المحلية او الحكم المحلي وليس الادارة المحلية لان ما كان متبعا كان بيطلق عليه الادارة المحلية لا احنا عاوزين حكم محلي معنى ايه حكم محلي معناها ان المحافظ ينتخب ان المجالس المحلية تنتخب ان تكون المجالسة الحلية لها سلطة الرقابة على المحافظة التي يمثل السلطة التنفيذية وأن يكون هناك جزء من الميزانية مستقلة لهذه المحافظة لو بصينا للولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال نجد أنها تتفق فيما يتعلق بخارج الدولة بالسياسة الخارجية لكن ما يتعلق بكل الولايات المختلفة الولايات تنتقب القوانين الخاصة بيها وإلى آخر القوات المسلحة لحظوا حضراتكم حول حتة بس عشان نعرف القوات مسلحة عايزة إيه؟ قوات مسلحة عملت مشروع قريب هذا المشروع القريب بلوء مجموعة من الإشارات والدلائل بتقول إيه الإشارة دي بتقول أن الوظيفة الرئيسية للقوات المسلحة المصرية خارج الدولة ولاستداخل وأن راضي الداخلي ده وضع مؤقت وأنها عايزة تتفرق لأن فيه مجموعة من القصور في الخارج عايزة تغطيها بأنها تتفرق لهذه العملية ومع ذلك بتقول أننا قادرة على أننا رغم كل المشاكل الموجودة فيها أنا قادرة على أننا أحافظ على الأمن القومي وعلى حدود مصر الدولية والداخل ده في كل صور ورسالة للداخل أننا نثق في الداخل بصرف النظر عن أي حاجة فده علامة من العلامات الجيدة التي يجب أن نستثمرها عمليات التسليم السلطة قبل ده احنا خلاص فاضل خمسة شهر ده عدى شهر يناير كله وفاضل أربع خمسة شهر فمن هنا نلاحظ لا يمكن القوات المسلاحة تستمر أكتر من كده عاوزين تسلموها أكتر شوفوا سنه التشريع بقى ما يبقاش المطالبات كده يبقى بالتشريع في مجلس الشعب وبعد ما ييجي مجلس الشورى ويتعامل اللجنة المشتركة اللي بينهم وسنه التشريع اللي تسلموا بيه اللي انتو عايزينه بقى اللي الناس عايزها لكلناه طب قبل ما نروح للدكتور عحمد ببركة وانا شاف حضاك سجلت نقاط كثيرة زملتنا ألاء جويش بس في مدانة التحرير هنروح لها بسرعة فين ألاء مساء الخير سمعاني مع اقتراب مساء النور مع اقتراب الساعات اليوم أو الليل من الانتهاء انتهاء يوم جمعة الغضب الثانية جمعة 27 يناير 2012 بدأ التساؤل عن موقف الاعتصام من سيرحل من الميدان ومن سيستمر في الاعتصام معظم القوى السياسية المختلفة سواء كان حركات الثورية الشبابية أو الأحزاب لم تحدد بعد الآن إذا كانت ستعتصم أو هتستمر في الاعتصام إلى متى أو سترحل اليوم بخلاف حزب الحرية والعدالة والإخوان المسلمين الذين أعلنوا استمرارهم في البقاء في الميدان دون أن يقولوا لفظ الاعتصام وقالوا أنهم هستمروا في الميدان إلى صباح السبت أو إلى الغد أما مثلا انتحاد شباب الثورة أصدر بيان بيعلن فيه رؤيته أو تصوره لانتهاء الأزمة بوجود أو باختيار رئيس توفقي بيتم الاتفاق عليه من قبل القوى السياسية المختلفة وكذلك نواب مجلس الشعب يقوموا أيضا باختياره أو بالموافقة عليه لأنهم يرون أن مسألة الدخول فيه الرئيس أو الدستور أولا هي ممكن أن تترك أو تخضع تحت مائدة المفاوضات مع القوى السياسية المختلفة لكن من يخرج أو الذي يستطيع أن يخرج المصر من هذه الأزمة التي نشهدها هذه الأيام هي هو وجود رئيس توفقي خاصة وأن البورسة أعلنت منذ يومين أو خلال اليومين الماضيين عن أنها حققت مكاسب تتعدى 16 مليار دولار وبالتالي هم يرون أن وجود رئيس توفقي بأسرع شاء وقت ممكن هيفيد مصر أو هيفيد هذا البلد في عودة الاستثمار من جديد وعودة عجلة العمل وقراروا أن أو لغاية الوقت ما قالوش هيعتصموا المدة قدقية لكن هم 90% مع قرار الاعتصام أما من ناحية أخرى حرقة الستة أبريل اختلفت في الرأيهم بيانهم أكد على فكرة وجود الرئيس قبل الدستور وتعجيل بالانتخابات الرئاسية على أن يتم الإشراف على أن يشرف عليها أو على أن تشرف عليها لجنة من القرلمان وإلى جانب لجنة القضائية العليا أو لجنة العليا للانتخابات وانضمت لهم بعض الحركات أو بعض الأحزاب حزب الطيار المصري الجابهة القومية حرق حمل الدعم البردعي حركة شباب من أجل العدالة والحرية والاشتراكين الثوريين نضموا لهم في فكرة التعجيل بالانتخابات الرئاسية أما عن قرار الاعتصام هم هيستمروا في الاعتصام هذه الليلة في الميدان ولكن عن مدى الاستمرار هي قراروا تعليق هذا القرار إلى صباح الغد يقرروا أو يبتوا في أمر استمرارهم في اعتصام داخل ميدان التحليل الأيام القادمة أو لا ألا أجويش من مدينة تحرير أشكرك جدا قبل أن نروح للدكتور أحمد وبركة في حادث إن شاء الله بسيط جدا وقع قطار في محافظة البحيرة في إيطال البرود بالتحديد من ساعة أو نصف ساعة استضم بحائط خرصاني عندما كان لما كان بيدخل محطة التقارير المبدئية عندنا أنه أربع مصابين في هذا الحادث إن شاء الله خير لكن معنا على الهاتف المهندس هاني حجاب رئيس هيئة سكك الحديدية مساء الخير يا فندم مساء الخير يا مجدبي أعلم بيه طمنا يا فندم على هذا الحادث إن شاء الله يكون بسيط إن شاء الله هو سيادتك قطار رقم 32 ده قطار ركاب ديه في محاكس ما بين إسكندرية القاهرة كان هو عند دخوله محطة تيطير البرود كان مقرر لأنه يدخل على مخزن التخزين نظرا لأن فيه قطار خلفه قطار 926 ده اللي هو مباشر من الإسكندرية القاهرة بيفتح له طريق يعني فهو طبعا قطار 32 ده داخل على تيكة مخزن تيكة مخزن دي دايما بتبقى مجدبيه بكتلة خرصانية كده بنسميها تصادم خرصاني فهو دخل بسرعة عالية أزيد من اللازم فصادم بالتصادم ده وحصل سقوط للجرار وعربة خلفه من على السكة وترتب عليها إصابة أربعة بكدمات خفيفة الحمد لله وإن شاء الله نتطمن عليهم وأنا بعت أحد العاملين عشان يطمن عليهم في مستشفى إيطايا البرود الخطين القاهرة السكندرية والسكندرية القاهرة الخطين اطلعوا النازل الحمد لله شغالين بالتضام مفيش أي عقص اليوم يعني هذا الحدث لن يؤثر على حركة القطارات الحمد لله لم يؤثر ولن يؤثر على حركة القطارات بين القاهرة والسكندرية والأربع مصابين من الركاب وإن شاء الله إصابات طفيفة إن شاء الله كدمات خفيفة أقول لي كدمات خفيفة ومع ذلك أنا بعدت برضه أحد المسؤولين عشان يطمن عليهم في المستشفى ويطمن عليهم إن شاء الله مهندس هاني حجاب رئيس الهيئة العامة السكندرية أشكرك جدا يا فندم على التواصل معنا وطمأنة السادة المواطنين على هذا الحدث البسيط إن شاء الله تحصلش حاجة وحشة خالص الدكتور أحمد ببرك أحداك سجلت نقاط كثيرة وأنا بعتذر إن إحنا رحنا التحرير وبعدك الحدث أتفضل حدثك هو أولاً أنا باتفق مع ما قاله الدكتور عمار فيما يتعلق بضرورة تناغم البرلمان مع هداف الثورة وأعتقد دي السلط البرلمان وضعه وأعتقد لو شفنا أنا هتكلم في حدود حزب حوالي عدالة البرنامج الانتخابي لحزب حوالي عدالة كان من رحم الصورة ومن أداف الثورة كله وبتالي أجندة تشغيع الحزب الحوالي عدالة في البرلمان هي كلها أداف الصورة بدءاً من حقوق الشرداء ومصاب الصورة مشكلة البطالة مشكلة المشاكل أصارت دكتور هاني بالكامل كلها دي أجندة حزب الحوالي عدالة وأعتقد أنها أجندة كل الحزاب السياسية في الفترة المقبلة الكلام المهم جدا أن أرى دكتور هاني كلام في غاية الهمية أنه علينا أن ننتقل الأمام ولو رجعنا وراء حتى بقى من 11 اثنين أعتقد دا كانت لغة تخطبنا منذ اللحظة الأولى أننا بنقول عايزين نتوافق التصويرات التي أنجزت على أساس قاعدة إجماع واطنة ده اللي كنا بنقول عليه أنه يبانينا مشتركات ضخمة سواء في النظام السياسي وطبيعته وشكله حقوق الحرارات العامة الجراءات الواجبة في الجانب بالاقتصاد كلها بالتفصيل دكتور هاني الجانب الاجتماعي الموازنة العامة وإعادة هيكلتها وبناءها بناء جديد تعدلات مهمة في قانون الموازنة العامة تحدث عدالة اجتماعية في مستوى الدخول داخل جازة داخل الدولة لأن عندي 80% من حجم مخصصات الوجوء والوجوه احتياطية أي تعمل فيها جهة الموازنة جهة الإدارة بلا قد من قاعدة ولا نظام ولا قانون وبالتالي عندي مشهد 330 مليون مرتب والمئة وخمسين جنيه مرتب أنا أحط قاعدة أضبط إن احتياطيات البقابية بتنتزم بنبدأ 5% لا تتجاوزه أنا هنا أحط قاعدة صارمة تلزم بصانع الموازنة بأن يترجم العلاقة بين أقل وأعلى داخل في الجهاز الإداري الدولي الدولة بقاعدة قولية مستمرة وراح دماري منها وأبدأ أشوف دور الدولة وشكله المشاكل الكبيرة سواء كان في قطاع الأمن أو في قطاع التنمية بكل محاوره سواء كان تعليم رؤيتي هنا في التعليم هنش تعليم للتعليم ولا فيه تفكير تاني مختلف لما بمشئ مجتمع عمراني بنشئه على أساس الموارد الطبقية المتاحة والقدرات اللي موجودة وبحث باللسطنات اللازمة وأنشئ مجتمع إنتاجي أعمل جنبه تعليم مرتبط بي ثم مجتمع عمراني مرتبط بي وهكذا كل هذه القضايا هي لجب أن ينصرف لها جهودنا وأن ننطلق للبناء بالفعل واعتقد ده كله محل اشتراك كبير ومحل توافق عظيم بأن كل الحزاب السياسية والقوام على اختلاف وعلينا أن ننفض عنينا من المسائل التي أنا من وجهة نظري يعني مش لا معنى لها فقط بل بتستنزفنا وتستهلكنا بالعطاء كهوية الدولة والكلام اللي تقيل ده كله أنا في النهاية المصرون متفقون على كل شيء فيما تعلق حتى بالجزء دي لكن هو بيبقى فيه خلاف سياسي في مرحلة فيعنوان ده تحليل يعني فيعنوان بعنوان من هذه المختلفات الكبيرة فتشأل المعارك وتدور لكن فينها المسألة مختلفة وبالتالي أنا أتوقع من البرلمان قموانا للحكمة المحالة ده الموضوع في راية الأهمية لأن عندنا الأقاليم نفسها متنوعة في كل شيء في الموارد في عدد السكان في مستوى الدخول في معدلات البطالة في تشكيلات الهيكل التكويني للعاطلين داخل كل محافظة مختلف في كل محافظاتنا وبالتالي لابد أن يكون للحكم المحلي أو للسلطة المحلية سهم كبير مش مجرد أن أنا أنتخل بالمحافظ مش مجرد أن أنا أخلي السلطات لرقاب المحافظ بس ده أنا بفكر في إنشاء إعطاء المجالس المحلية سلطة الإصدار مراسيين تتمكن من خلالها عمرين أساسيين المساهمة في بناء الخطة العامة للدولة خطة المياق صدر الاجتماعية بأن يوخص هذا المكون المحلي تحت عين صانع هذه الخطة المختصبة البرلمان المركزي أن يستطيع أن يحشد موارد لتنفيذ جانب نازل خطة محلية وأن ينفقها محلية من بعيدة عن الإدارة المركزية وإزاي حانسك بقى العلاقة وإزاي حوضع السلطة بين الحكومة المركزية وبين وحدات الحكم المحلي وإزاي حامل الضبط الذي يجعل المحافظات الدول داخل الدول برضو هذه مسألة متشائعة حتى في انتقى السلطات كان في سلاح قضاء محكمة دستورية وغيره يعني بيدورك حديث كثير جدا عن استقلال القضاء عظيم جدا لكن هل في التصور أن نجعل القضاء دولة داخل الدولة ولا يصد القضاء مستقل في دولة مركزية واحدة وهكذا فدي مسألة كلها أعتقد كلنا بالكامل لا خلاف بيننا في الأهداف في المصطحة الوطنية علانا أن نجتهد مع بعض بحيث نصل من خلال الإجراءات والآليات أن نضع موضوعات قابلة للتطبيق قابلة للأنتاج طاعة الحياة من خلال البرلمان في مشروعات قوانين البرلمان يطلع بها فورا وينجز أنجزة التشريع وعملية التشريع عمليها مسهلة عمليها معقادة مركبة احنا بنفكر أيضا في إنشاء أمر موجود في كثير من دولة أوروبا وهي قياس الأفر للتشريع ذاته في الواقع ما عندنا نجد إطلاقا يطلع القانون يدمر المصالح يطغى على فيها نفوه بعد عشرين سنة نقع على الكوارث لكن هل عندي آلية منتظمة تدرس أثر القانون كل طلع الشهور وتجيب تقريب البرلمان ويقص فيه على أنسطة الاقتصادية والاجتماعية كل ما يتصل به التشريع وخاصات التشريعات الكبيرة عند زي الضربة العقارية زي الضربة العامة الداخل زي التأمين الاجتماعي زي ربما الاجتماعي ده المقترح دي دكتور لو نفز إن شاء الله هيبقى تابعة للبرلمان هو إحنا عندنا عندنا برضو إشكالية مهمة جدا عايزين تاخد جهد كبير مننا كلنا وهي كيف وعيد للبرلمان القدرة على أن يكونها برلمانا هذا مش فكرة أو البرلمان وسلطات وغيره طيب إذا كان عمدوا سلطات ويستقلوا ممارسها بمعنى أن عملية التشريع ذاتها عملية تحتاج إلى معلومات وإلى خرقها وإلى بيانات إذا ما كانش فيه آلية منتظمة لأن تأتي هذه المعلومات أبدت للبرلمان ستظل القدرة عند الحكومة لأسة البرلمان وستظل التشريعاتي من الحكومة لأسة البرلمان حاجة 95% من أجل التشريعية هي ما تتقدم بها الحكومة وما تتقدم بها النواة طيب هل النواة عندهم القدرة على أن يصروا الأفكار وعندهم القدرة على أن يجمعوا المعلومات وبناء التشريعي بدراسة كل هذه الأثار وبدراسة التاريخ التشريعي للقانون في داخل المجتمع وخارجه في التجارة المقارنة ويحطي له مشروع القانوني وعليل المشكلة وإلى ما عندهوش طب حالي إذا العمان العامة في المغرمان حتى تمكن النائب من يقوم بهذا الدور اللي تحدث عنه الدكتور عمان فيما تعلق بالمواطن ومكانته ودوره في النظام السياسي النظام السياسي مش نظام حكم بس النظام السياسي مساء كبير جدا النظام الحكم فيها أحد الأركان لكن في أكثر من 18 عمس وآخر في النظام السياسي طيب المواطن ده من أهم أحمدة النظام السياسي لأنه غاية النظام في النهاية هو أداة التحقيق في كل شيء فيه طيب المواطن ده عشان يؤدي الدور بتاعه ده سواء كان في انتخابات حينما ينتخب أو في احتياج حينما يحتاج مش تابد أن يكون عندهم معلومة صحيحة مدققة مش تابد أن تكون إرادته دي مبنية على إرادة حررة مختارة مدركة وعية ولا ممكن أنا أكتب كلمتين في جونان أخلي المواطن يزعي في اتجاه ولا ما أفعلوش معلومات أو أدينه معلومات بشكل غير مدقق أنا عندي أزمة كبيرة جدا أنني لو يوجد عندي في مصر مصدر لمعلومة مدققة في أي قطاع من قطاعات الدول لا اقتصادي ولا اجتماعي ولا سياسي اللهم إلا في الإحصاءات العامة الكلية أو هي برضه يعني حتى بالمعايير العالمية فيها مشاكل فيها مشاكل يعني أكبر مشكلة في درجة المجتمع البطالة عندي فيها أكثر من خمس ستة منظومات ببيانات فيها ما فيش ببيان واحدة نطمئن إليه وبالتالي معالجة هذه القضية وإتاحت المعلومات والبنات المدققة الرسمية بشكل دوري منتظم للمواطن العادي حتى يستطيعون يكون يشوف أنا انتخبت بغلمان شغال بغلمان ده صحة ولا خطأ هكومة دي شغالة صحة ولا خطأ هاستناكوا خمس سنين عشان أعرف بقى خطأ عشان أعرف إذا لابد إذا لابد أنا عندي عندنا أنا على المستوى الشخص كنت دراست بجمارة التجارب وده موجود في شيء تقريبا بيبصوه بحاولو حطوه في الدستور الآن إن شاء ما يوسمى بسلطة المواطن اللي هي تستطيع أن تموّل المواطن بهذا القدر من المعلومات بشكل متضفق ومضطرد ومنتظم وتضمن للمواطن ممارسة صلاحياته في الفعاليات العامة بأن بيعتبعها في الحتة دي أجهزة الرقابة بفيصلة بها بشكل مستمر وأن أجهزة الرقابة تقريرها وما تقوم به سري للغاية وسري جدا ومحطوط هنا ويوحل الجادة وشلدية ويطلع لي هنا والقيد على أجهزة الرقابية دكتور رحمة ما فيه إلى جنب في تكل ورقة في الدولة السري جدا قانون حرية قانون حرية المعلومات دباله كم سنة دكتور اللي هو يتبقى المعلومات كافية مناسبة وفي التوقيت المناسب نحنا بنعاني منها في الإعلام عندك مشتور تدر تحلها في البرلمان بأنه هناك كثير من الأجهزة اللي موجودة عندك يبقى تقاريرها مباشرة لمبالس الشحل لو مش كده بس فيه أجهزة معينة فيه أجهزة معينة في قيد عليها مش كده بس عند التنظيم القانون الحالي بجعل أنه قيد على أجهزة معينة قال لا تباشر رقابة على مستوى تدريها معينة وعندي قيد تاني على أجهزة معينة لا تستطيع أن تبلغ بتقاريرها وهي فيها الجراء الجنائية النيابة العامة ده موجود عندي حاليا لابد من ده كله لابد أن يقعد فيه النظر على المحورين محور العلاقة ما بين هذه الأجهزة الرقابية والمؤسسات السلطات وبين الأجهزة الرقابة والمواطن ذاته في حد ذاته وبالتالي المساتح نقول ما نبص صورة لا هنبص على المحورين قد يكون في المجلس الأسكري قد يكون في الحكومة قد يكون في بعض المتنفذين قد تكون وحزب بقى بعد من ده بكتير قد يكون في بعض الأحزاب ده موجود لكن الشعب لقى على الإطلاق الشعب القامل بصورة وهي أكبر وأعظم صورة في تاريخه وصورة عميقة جدا وبعيدة المدى والعالم كله عارف حد ما ومقدر ده مش من فرق أماما قال على شبابنا نتعلم من المصريين ومش من فرق لجديد برلسكوني المصريين دايما نكتبونا التاريخ أو كاميرون وغيره وغيره الناس دي درسة ومحللة ومرقبة وعرفة أن فيه تغيير جزري عميق إحنا بقى كيف نستحضر هذه الروح دائما وأن تظل معنا أطول فترة ممكنة حتى نعيد علاقاتنا فأنا وأخويا وجاري وعمي وخالي وقيمة العمل والتجويد والإحسان وسخوط كل قيمة سلبية بالضبط ده اللي احنا إيه عايزين ودور البرلمان هنا بقى مركزي أساسي هو حجر الزاوية في هذا تمام طيب حساسي حضاركم هنطلع فاصل ونرجع في الفقرة الجاية هنستقبل مدخلات السادة المشاهدين نسمع بقى الناس في البيوت بتقول إيه وشايف الأحداث اللي بتحصل إيه وهنعلق مع بعض ونحلل ونشوف هل المواطن في البيت شايف اللي احنا شايفين ولا شايف حاجة تانية خالص من اللي بيحصل في مدات التحرير وفي مصر كلها بعد الفاصل